وللمزيد بينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم أبو لانين يعني باسم ماذا لديك في ثاني أيام الانتخابات بالخارج؟ أحياتي إليك من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة حيث هو في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في سباق انتخابات الرئاسة 2024 فإنه اليوم السبت يسير على ما يرام حتى الآن في كافة السفارات والقنصليات المصرية حول العالم طبعا نعرف جميعا أن هناك فروق توقيت ما بين أقصى الشرق وأقصى الغرب لذا فإن بداية اليوم الانتخاب يبدأ في التسعة صباحا بتوقيت كل دولة بدأنا اليوم بتوقيت مصر اليوم تسعة صباحا طبعا وفقا لكل دولة على حدة كما نرى في الشاشات التي بخلفي في كل دولة يتم فيها وفق توقيتها المحلي إجراء التصويت طبعا الدول التي فيها تسويتها الآن القريبة مننا في النطاق الزمني مثل الرباط في المغرب أو في الجزائر أو تونس وفي الشرق في السعودية في الأردن في دبي في أبوظبي وهذه يتم فيها إجراء الانتخابات وتصويت المصريين بكثافة وفق ما أفاد به في هذه السفارات والقنصلية لدينا مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات والسيد أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات طمعنا فيه على سير العملية الانتخابية في شتى بقاع الأرض وتواصل بطريقة الكونفرنس مع المسؤولين في السفارات والقنصليات حول العالم للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وأنه لا توجد أي معوقات أو أي مشاكل في عملية تصويت المصريين والذين يتوفدون حتى من أماكن بعيدة عن مقر السفارات أو القنصليات للحرص على أداء هذا الحق الدستوري في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات للمرشح الذين يريدون التصويت له من ضمن الأربعة مرشحين لسباق الرئاسة يفكر أن الانتخابات تتم في الخارج على مدى ثلاثة أيام بدأت يوم الأول من ديسمبر واليوم الثاني السبت وتنتهي غدا في ثالث أيام التصويت على الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وفي حالة أن هناك إعادة في الانتخابات ستكون الأيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة للخامس والسادس والسابع من شهر يناير المقبل في حالة أن هناك جولة إعادة بالنسبة للمصريين في الخارج طبعا لدينا أكثر من 103 من اللجان منتشرة حول العالم في نحو 137 سفارة وقنصلية حول العالم وفي 121 بلد حول العالم نعم باسل هل رصدت كاميرات الهيئة أي مظاهر سواء كانت سلبية أو حتى إيجابية نحن نشاهد على الشاشات في الحقيقة يعني مظاهر فرح وحمل للأعلام يعني حدثني أكثر عن رد لهذه المشاهد فيما يخص مظاهر المصريين في الخارج والمشاركة في التصويت حسب الهيئة الوطنية للانتخابات وحسب التواصل المستمر واللحظي كما ترين الكاميرات أو الشاشات التي بخلفي هي عبارة عن كاميرات رصد حية للأحداث في السفارات والقنصليات على مدى الساعة حتى أن هناك بعض السفارات في المناطق الزمنية التي لم يصادف أن يبدأ يوم العمل لديها كما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لوجود فروق توقيت لديها هو بالنسبة لهم حتى المكاتب مغلقة ولكن الكاميرات تعمل مما يعطينا إحساس أو تواجد مع الكاميرا على مدار الساعة كما رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد أي مشاكل بالخارج ولا يوجد أي نوع من أنواع العقابات بالعكس كل التسهيلات موجودة للمصريين للوصول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للمواطنين المصريين لا توجد أي مشاكل لا توجد أي معاوقات فنية طبعا كان استغلال أمثل للتصويت في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد لأننا كما نعلم أن في دول الأوروبية والأمريكية العطلة الأسبوعية لديهم هي السبت والأحد وليس الجمعة والسبت مثل هنا في مصر وطبعا استفاد من يوم الجمعة والسبت في الدول التي تعمل بنظام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت فكان توقيتا مثاليا لوجود أكبر عدد ممكن من المواطنين يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم حتى من دون أن يأخذوا أجازة يعارضة من أجل التصويت مظاهر فرحة موجودة وخصوصا في الدول التي بها كثافات من المصريين كما في المملكة العربية السعودية المواطنين حريصين على حضور هذا العرس الديمقراطي وهذا الاستحقاق الدستوري الكبير لأن هذا إن كان يمثل أو له دلالة فبشائر الجمهورية الجديدة هناك أمر عظيم يحدث في مصر والجميع يريد أن يقول أنه شارك في هذا الاستحقاق يقول كلمته لمن يريد بدون أي ضغوطات بدون أي توجيه هذا استحقاق دستوري سيكتب وسيصطر له في التاريخ بأحرف من نور أن مصر فيها هذا الأمر العظيم نعم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم أبو لعنين مرسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك